أكدت عميدة كلية التربية الأسبق ومديرة مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم أمال ربيع كامل أكدت على ضرورة زيادة عدد الخبراء في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصرية على هامش أحد الجلسات النقاشية في الحوار الوطني أنا شاركت ببعض المقترحات وبعض التعديلات كانت معظم التعديلات كانت بتصب نحو زيادة عدد الخبراء في المجلس لأن يكونوا خبراء في مجال التعليم والتربية الجزء الثاني خاص بالعنوان أو المسمى بتاعة المجلس اقترحت أن يكون اسمه الهيئة الوطنية للتعليم والتعلم بدل التدريب بعض المحاور المعظم اتكلم فيها كان الحوار صراحة أكثر من رائع الناس اختلفت واتفقت لكن في النهاية كله بيعرض قراءه لتطوير وإصلاح التعليم في مصر ترجمة نانسي قنقر